بسم الله الرحمن الرحيم آآ رجعنا تاني عشان نشوف موضوع الباث كون سترينت والباث كون سترينت الحقيقة احنا كميمكن كنا اتكلمنا فيه ان هو التقيد بمصار آآ انا حاسب ريكتانجل بسيط كده ريكتانجل ده بعد كده هحاوله الى ادت بالاس بي لاين هشغل الورتكس يهميني جدا ان انا اعرف اتجاه النقاط فحقوله شوورتكس نمبر فحنلاحز ان النقطة رقم واحد اللي هي نقطة البداية هنا وهيمشي في اتجاه عكس عقارب الساعة ده كان يهميني الموضوع ده جدا جدا بعد كده ممكن نيجي كمان نرسم نرسم دايرة واضح برضه نفس الخطوات هنعملها النقطة رقم واحد اعتقد كانت هنا اللي هنا دي كانت النقطة الصفرة هنقول له برضو شوورتكس نمبر يبقى برضو هو بيمشي في اتجاه عكس عقارب الساعة آآ برضو ما ننساش نجمع الكروبات نخليه انا بس يمكن هنا هحتاج ان انا اعمل خمسة واربين درجة عشان النقطة رقم واحد دي تكون اقرب ما تكون الى النقطة رقم واحد اللي هي فبرضو هنحشغل الانجل سناب نبدأ نمشي كده لحد ما نتأكد انها خمسة واربعين نفضل انا كمان خمس دربات ونتأكد برضو تاني مرة كده النقطة رقم واحد اصبحت هنا فعلا بالنسبة للنقطة برضو رقم واحد في نفس المكان طيب الجديد في الموضوع ده ان احنا عندنا مرة دي مصارين مصاري الاولاني والمصاري التاني هنرفع المسافة بينهم هنخلي واحد فوق بالشكل ده وسيه مسلا التاني تحت كده اصبح عندي مصارين طيب انا دلوقتي لو جيت رسمت حاجة زي البوكس اللي حضراتكم شايفينه هلاق البوكس ده لو عملت له هيمشي على المصاري اللي تحت ولا اللي فوق دي بقى النقطة المهمة اللي احنا عايزين نتكلم فيها هو الحقيقة انا محتاج ان هو يمشي على المصارين بحيس انه يمشي على المصاري السفلي اللي تحت لكن الطرف العلوي اللي فوق يمشي على المصار اللي فوق كان ممكن نعمل الموضوع ده باستخدام تكنيك درسنا قبل كده اسمه بس يمكن بيعمل او بيشوه شوية شكل المش لو لاحظته هتلاقي ان هو اللي ان انت بتختار او بتختار مسلا وبتربطه بالمصار المعروض احنا هنعملها بطريقة ما تعملش اي تشوف الجسم بتاعنا ويفضل الجسم زي ما هو بنفس الجيومتري بتاعته هنعمل الموضوع ده ازاي اول حاجة هنيجي نحتاج ان احنا نرسم مسلا هنا فوق هتاكد ان ده واقف فوق البوكس بالزبط تعريبا ما هذا المنظر هنعمل هنعمل هجماعة هناخد الضمي ده ونرميه على البوكس بتاعنا اللي موجود لتحت ده معناه ايه ده معناه دلوقتي ان البوكس هو 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 الاب اللي بيتحرك لو تحرك كل حاجة تتحرك معاه الجزء بقى اللي جاي ده مهمة جدا جدا بعد ما عملنا القصة دي هنختار الضمي بتاعنا ده اناميشن اي 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 سولفر اللي هي انفرس كاينماتيكس وحناخد ال الهي ستوري اندبندنس سولفر ونبدأ نعمل لفورد كاينماتيكس الموجودة ايه اللي حصل معنا هتلاقي ان فيه كده كنترول جديد ظهر اللي هو علامة البلاس دي الكنترول ده لو انت مساكته حركته هتلاقي ان هو بيحرك الطرف العلوي طرف اللي فوق من البوكس وده اوبجيكس تقدر تتحكم فيه طيب الكنترول ده ده اللي يهمنه ليه بقى هناخد هذا الكنترول وهنيجي تاني من انيميشن هنقول له كونسترينز باث كونسترينز ونربطه بالمصاري اللي فوق كده بعد ما ربطته بالمصاري اللي فوق نيجي نعمل بلاي كده اصبح ان الطرف العلوي للبوكس مرتبط بالمصاري اللي فوق طيب البوكس طرف الصفلي اللي تحت مازال ثابت برضو سهلة جدا تعال بقى المورادي واختاروا البوكس نفسه البوكس ببقى كله على بعضه وحنربطه بالريكتانجيل اللي تحت دلوقتي لو عملنا بلاي شايفين كده النتيجة جمعة طبعا انت هتقدر تربط اي جومتري باي جومتري بقى طيب هناخد البوكس بتاعنا ده برضو هنعمل التست الاولياني بتاعنا سناب شاط من زيرو المية هخلي بتاعتي مية حابدى اقول له اوكي فعلا انت ظهرت معنا النتيجة زي ما حضراتكم شايفين طب هل كان ممكن اعمل طابق تاني بجومتري تانية تقدر تعمل اي عدد من الطابق وباي افكار وممكن بدل ما كان الفورم ده بدل ما كان رأسي كان ممكن يبقى افقي عادي جدا جدا نعمل برضو يعني نجرب كده كزا تكنيك تاني ونعمل واجهات ونفكر ونشوف هتلاقي ان هو عاملي جدا جدا معك وبيضيف للمكتبة بتاعت التكنيكات اللي انت ستاليم ته ادنه عدد اشتركوا في القناة